ما تيجي نتنقش في حتة فنية وانا حايف بس معك في الفنية ده مش معنا الصبورة المرة دي يبدأ بمودست ولا كهرباء؟ هو في كل احوال في كل احوال مباراة زي دي لازم يبدأ بكهرباء بس مودست هيبقى ليه دور في المباراة دي في بعض الاحيان بتحتاجب عندك محطة العادة بس عشان يكون صرحة ترتيب مهاجمين النادي الاهل في الوقت الحالي في الوقت الحالي ونحن نتكلم كده كهرباء رقم واحد لسه بوسام هيخش وانتفرج عليه وعفاك هستايله حلو قوي يعني الولد فاكر علي ماهر كابتن علي ماهر وهو بلعب شاف علي ماهر علي ماهر شافه علي ماهر شافه علي ماهر في الملعب علي ماهر ده كان حاجة ما حصلتش كان مهاجم طول فارع وبيرقص انا مش مفهمه دريبلينج بيجري هدر ممتاز شويت مش ممكن لغاية طبعا ما جات له الاصابة الله يمسيب الخير بقى كان حارس مالي اسمه سيدي بيه كان حارس القناة حارس القناة عمل له اصابة وبعد الاصابة كانت ماهر مقدرش يرجع تاني بس انا بشوف ان وسام نفس الطول نفس الجسم نفس الستايل اتمنى ان هو يكون عنده بعض من مهارات الكابتن علي ماهر مكان مهاجم سيوعاتية هيخش وهيفيد نلقاه بس في الوقت الحالي وحب نتكلم كهرباء رقم واحد كهرباء رقم واحد طبعا وبعد عودة وسام ووجود مودست اعتقد ممكن يوظف كهرباء في مركز تاني هو جيد يا ده كهرباء في نقطة مهمة جدا لو تاخد بالك في الناحية اللي ميني المرة دي ايه احمر عبدالقادر لسه راجعة نعم ريدا سليم لسه راجعة ايه بيرستاو مصاب رمضش بلوزداد ممكن ياخد حد من الشمال يوظفه المين هو اكيد حسين طاهر في كريم فؤاد مختلف معنا كل ده كل ده اوكيد دا قابل الحدوث ان ما كهرباء يتوذف حاليا في نادل فى المركز مهاجم الصريح مستحيل الكهرباء مش هيدافع هو Delta وهو الأصل كهرباء هو صغير Twenty بك معناه داعب مهاجم صليح وكهرباء هو هيبدأ مهاجم صريح بس يا فكرة البحقة عنده منافسة بقى الوقت يزيد ودخله وسام ماتش صعب ماتش بلوزداد ماتش صعب لان بعدها على طول يوم الجمعة ماتش مديامة الغامي في كماسي برضو ماتش صعب جدا فنتمنى تقفيل الاهل يا رب فيه انطلاقة المشوار اللي بدأ بعد ما فترة راحة كانت طويلة جدا ان شاء الله بإذن الله وعلى أقل تقضي بإذن الله الأهل يدمن الصبارة من بعد يوم ماتش الجمعة بإذن الله